بعد نص الليل أصبح تصريح هذي نقاش في البرامج التلفازية والإذاعية أنا طو من بين الاشناخ ومن بين الأسماء اللي يجاوبوا واليعلقوا على تعليقك على الدكلاغاسيون هذي بوشرة وانتي بش تجاوبهم اخترتك ثلاثة أسامي نبدأوا بأول اسم حسن بن عثمين جاوب قال نحب نسأل بوشرة السلطانية لأدوار اللي خذيتهم قبل ولا بعد نص الليل نص الليل غير بوع ما حرارش وقتيش يا حسن نص الليل غير بوع ما حرارش كي كان فما لاين بيا هاي شنو كان بالإخر أقرالي بالإي سمحني شنو قال قريتلك قالك وقتيش خذيت انتي اينا وقتيش خذيت خذيت كي كان فما لاين بيا هاي هذي إجابتك فقط فقط معنى انتي ضدت صريحه اي ضده شنو قال خطر حسيتك بستهزي هاني قتلك هاني قتلك قال نحب نسأل بوشرة السلطانية لأدوار اللي خذيتهم قبل ولا بعد نص الليل معنى اي اي هاني جاوبت وانا دي جا حاليت له جيريكت حسن بن عثمان اي قال لنا ما فقتش بمثل هذه الممارسات اي فكل أماكن فانتني قتله بتبيع انتي ما تفيقش انتي وقتيش فيق معنى وقتي فقت انتي ما تفيقش يا حسن كيت فيقته ونحكيه فيه كحو لاذي يا كلام اختير شمعنيها قال لك ما فقتش شنو تقولوا انتي ما تفيقش اي هو ما فقتش اي هو ما فالمين قصدك لا لا ما عندي اخويا اولو كي ما تحبوا باي انا نقولش الحب وكل انساني اول معنى تقول الحسن بن عثمان انتي بتبيعتك ماكش فيق ما فقش قال لك ما فقتش واه هو قال ما فقتش شبيك مايسام بلجيس هو قال لنا ما فقتش قتلويا نستغرب انك تفيق توكو باكش مافقش الراجل وقتلو في دي ريكت من عالشينا قتلو بلكش ليهي زيدا تكتب في كتاب الجزء الثاني من كتابك الشهير تونس سكرانا باكش ليهي عندو مايعمل الراجل مافقش اي تونس سكرانا عمل ناجح برشا اي مهم وناجح وبرفو هاكا ها كوثو الباردي قالت اينا ما نوافقش بوشرة السلطاني في كلامها وبالك هي تعرف حاجات اللهم اينا ما نعرفهمش اسمعني كوثو الباردي سمعتها شنو قالت والحقيقة مش بش نعلق ياسر خاطر ظاهرة اللي قالتو الكل متناقض ما علي قلتو اينا ظاهرة مسكينة ما سمعتش اينا شنو قلت وحطوها في بلاتو قالوا لها حقيقة كلام ما نيش بش نجاوب علي قالتو هي الا ما هي تعاود ترجع التصريحي اينا وتفهم اينا على شنو نحكي وانتخ بارانتاز اخر مرة بش نوضح خاطر الحكاية طوا دخلت في دين محامين للي مش مش لعبة رو مش اسمعني اركب على الحكاية واينا عملو البوز ليه قلتلك اينا قعدا مطالب بقانون جديد للمماثل التونسي رو من حق يلزم يلزم سابرين انتي العريضة واو القانون يديرك بعد ما عملت زجب اي 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 انا اي انا عايدي برشا نفكر فيه ياخي كي كبرت لحكاية ولا اي اي؟ آي باش نكونوا واضحين اي 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 ما عن صحيح نتواضح اه انتواضح ما هي الحكاية؟ الحكاية أننا نطالب أن 70% من الأعمال الدرامية والسينمائية يكونوا فيها ممثلين محترفين كما في التياتر كما في المسرح لا يوجد الحق في عمل محترف أنك تظهر أكثر من أماتور أيضاً أماتور ممثلين يا زينة يا أخي ملعبات شدين الديار ممثلين كبار ونحن نتحدث لن نتحدث لن نتحدث في الديار ونحن نتحدث ممثلين كبارة ونحن نتحدث لأنه لا يوجد حقا ونحن نتحدث في القهوة ونحن نتحدث ولكن نضع هذا 30% كل ممثلين لديه حق في عمل في العام يخلص في 5 ملايين العمل يقولون أنه لديه شهرية بقيمة 500 جيناب في الشهر تشري له خبز ودواء واضح هذا اينا شنقص سامحني هما أولوها وبشرة تحكي على الممثلات التوينسة اللي يخذوا في الأدوار في البيران ما همش الممثلات التوينسة هما الأعشاب التفايلية الممثلات التوينسة يعني ما ينتبق عليهم كلمة ممثلة الممثلات التوينسة بالعكس هما تضروا من مثل هذه الممارسات يا عصدي قائم واضح كما فهما ناس ضدك فما شكولوا معاك مثلا زهير الرئيس في تصريح لها على راديو ميدي يقول برافو بشرة السلطاني وهذا موجود في العالم الكل وكلمك صحيح كهو معناها ظلاء ظلاء هو موش يساند فيين أرى هو خاطر قبل زهير الرئيس زهير الرئيس في تصريحات أخرى كان ذجي هو هي القضية تفرضو نفسها راهو دومين اتشلك بالعربي ماليشيون عبولوبة صغيرة اسمها لو كنت